اشتركوا في القناة بأن التداول العقاري قد تجاوز في العام المنصر المليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 أكثر من 15 مليار دينار وأكد معالي الشيخ سلمان أن هذه النتائج جاءت نتيجتنا لاستقرار السوق العقاري في البحرين بفضل السياسات الحكومية التسجيعية وإصدار بعض القوانين وتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعات على الاستثمار في هذا القطاع حيث زاد حجم معاملات التسجيل العقاري بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية وبلغ عدد المعاملات التي أجرها الجهاز خلال العام الماضي أكثر من 20 ألف معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسيا فيها في تاريخ الجهاز أقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره خمس نقاط وخمسة أعشار عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون ومئتين وأربعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وواحدا وتسعين سهما بقيمة إجمالية قدرها مائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال ست وخمسين صفقة كما بلغت كمية السكوك المتداولة لهذا اليوم خمسمائة سك بقيمة إجمالية قدرها أربعمائة وخمسة وسبعون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة أي ما نسبته ربع بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته خمسة وخمسون بالمئة من القيمة الإجمالية للأسهم